اشتركوا في القناة وقد تطرق اللقاء إلى بحث الفرص المتاحة لتقوية عرى التنسيق الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكيفية الاستفادة من تعميم التجربة البحرينية الرائدة في مجال التسامح والتعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع ودور العبادة على اختلاف معتقداتها ومذاهبها وقد أعرب سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة عن تقديره وامتنانه لنيافة المطران نيفون السقلي على حسن ترحيبه وضيافته لوفد مركز الملك حمدري تعايش السلمي مؤكدا أن تسييس المجتمعات ما يزال سبب ولادة كل التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة والعالم وأوضح الشيخ خالد أن مملكة البحرين كانت ولا زالت وستبقى ضد استغلال الدين والمذهب لخلق الأزمات بين الشعوب والدول مشددا على أن البحرين تتمتع بتاريخ عريق من التعايش السلمي ما يجعلها نموذجا عالميا أتوج بالفكر المستنير لجلالة الملك المفدى والذي جاء ليواصل نهج آبائه وأجداده وبيّن الشيخ خالد خلال لقائه مع نيافة المطران نيفون السقلي أن مركز الملك حمدري تعايش السلمي يرتكز في أهدافه وأنشطته على وثيقة عالمية كتبها جلالة الملك المفدى في إعلان مملكة البحرين والتي تدعو إلى التمسك بالدين المبني على الإيمان والأخلاق وحب الوطن وقبول الآخر والذي هو جوهر كافة الأديان من جانبه عبر نيافة المطران نيفون السقلي خلال الاجتماع عن حبه الشديد لجلالة الملك المفدى كونه راع للسلام والتسامح بين الأديان معربا عن أمله في لقاء جلالته الذي ذاع صيت كرمه في رعاية ودعم دور العبادة وهباته السخية لمختلف المعابد والكنائس والمساجد وأعرب نيافة المطران السقلي عن تقديره عاليا لما تبذله مملكة البحرين من جهود ومساع استثنائية لضمان حرية التعبد وحوار الحضارات والأديان على أرضه بل على أرضية ملؤها التسامح والتعايش السلمي مؤكدا أن البحرين يراها جسرا مميزا للتواصل بين الشرق والغرب نظرا لسياستها المعتدلة ولأنها مهد الحضارات والأديان وأكد نيافة المطران السقلي ريادة جلالة الملك المفدى في تحقيق هذا التقارب بين الحضارات والأديان وفق رؤية جلالته يجب أن يتم تعميمه عالميا داعيا إلى تكثيف مثل هذه اللقاءات التي تفتح باب النقاش والتقارب وتخلق أفكارا جديدة لتنفيذ تلك الرؤية الحميدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر